بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة الرحمن الرحيم لأدلة القاطعة على عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء ولا بالصالحين وأن هذا التوسل شيركم بالله سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى سأقول لحضرتكم أدلة كثيرة لا تحصى لا يختلف عليها اثنان لأدلة اللي حاله حضرتكم لا يختلف في عالية اثنين فعدم الجواز بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالرسل ولا بالصالحين وأنه فعل ذلك شركوا بالله سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى بالنسبة للأجازة التوسل يعتمدوا على حديث صحيح وحتى درجة الصحة بتاعته مش كاملة لكنه يعني هو الحديث حسن والحديث ده لو أننا تفقنا في الحديث ده هنجد أن هذا الحديث دليل عدم الجواز لكن الناس خاصة من الفقهاء المتأخرين فهموا خطأ فهموا هذا الحديث خطأ العديث بيقول ليه الرجل الأعمى ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أعضو الله لي أن يرد علي بصري قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك قال له أعضو لي قال له توضأ وصل لركتين وقل اللهم إني أتوجه إليك وأسألك بنبيك محمد أن ترد علي بصري فشفعني فيه وشفعه فيه بالحديث ده معنى إيه ففعل الرجل ذلك وفعلا وبعد ننتهي من الركعتين شفاه الله سبحانه رد عليه وبصري أولا أول دليل يعني أنه التوسل هنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي يعني الأعمى الذي توسل أو دعا الله سبحانه وتعالى توسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي زي ما بقولك ادعي لي وأن دعا الله يا رب تقبل دعاء نبيك أو شفاعة نبيك فيه مش توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ودلع على كده أول دليل أن الأعمى راح للرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه لغاية عنده لو يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان الأعمى قاعد في بيته اللي يخلي واحد أعمى يتكبد مشقة ويذهب ويذهب من بيته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لي يدعو له ما كان قاعد في بيته ما كانش يخليه لكن معنى أنه يروح للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرت عنده. ده مقصود به الدعاء. وليس التوسل بذات النبي صلى عليه وسلم. وإلى كان قاعد في بيته. ثانيا لم يزبط ان واحد من الصحابة توسل بذات النبي صلى عليه وسلم هو قاعد في بيته. عمره ما حصلت ابدا. ولو في حد عنده حديث صحيح او ضعيف يجيبه. هل في حد من الصحابة هو قاعد في بيته. من غير ما يشوف الرسول عليه وسلم راح رفع ايده وقال لي رب بحق جه نبيك النبي او بوصلك افعل لي كزا. عمره ما حصلت ابدا. الدليل تاني. من الكتاب من الكتاب. راب ربي يقوليي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤك واستغفروا الله. واستغفر الله من رسول لو وجدوا الله تواب الرحيم. خلو 크게 راببر يقول ليه. ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤك. الله يعني لازم يروحوا للنبي صلى عليه وسلم غيرت عنده. طبيرا لابروي قالت. ليه لو أنهم الظلموا انفسهم دعوا الله بجاهك او دعوا الله صلحها لازم يزروح للنصوص صلى الله عليه وسلم لغاية عنده عشان يدعو لهم يبقى إذن الصحابي أو الأعمى ده ده بيتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كلمة اللهم إني أتوجه إليك بنبيك اللهم إني أتوجه إليك بدعاء نبيك فاقبل منه فشفقه دليل التالت إن هذا الأعمى قال فاشفعه فيه وشفعني فيه وشفعه فيه وشفعه فيه يعني فاشفعني فيه وشفعه فيه يعني يقبل دعائي في إنك انت تستجيب دعاء الرسوس عليه وسلم ويقبل دعاء الرسوس الفي يبقى هو فيه تضاد فيه ندية فيه سواسية فشفعه فيه وشفعني فيه يبقى هو لو لو مقصود بيه التوصل الدليل الرابع إن الجملة من بلغها في اللغة العربية زي ما ربنا فصلة يوسف والقرآن يفسر السنة والسنة تفسر القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون في سورة يوسف واسأل القرية طب هي القرية بتتكلم يعني معناها معناها إيه واسأل أهل القرية يبقى هنا في حسف واسأل أهل القرية يبقى الأعمى لما قال الله ما إني أتوجه إليك بنبيك معناها إني أتوجه إليك بدعاء نبيك دهي بعد كده إن الرسول السلام قال للراجل ده صلي ركعتين لله وضعوا نفسك بعمل صالح يعني توسل بعملك الصالح لربنا سبحانه وتعالى يعني عايز هو نفسه يصلي عشان يقول له يا رب اقبل دعاء وشفاعة نبيك فيه يبقى ده شفاعة وضعاء فشفعوا فيه وشفعني فيه فشفعوا فيه وشفعني فيه يعني الأعمى بيقول فشفعوا فيه وشفعني فيه يبقى إذن يبقى إذن ده دعاء وشفاعة مش توسل مش توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله ده اللي بعد كده الحديث اللي بعض الناس بتظن ده حديث مجذوب حديث توسله بجاهي في النجاه عظيم ده حدوث مجذوب مش حدث ضعيف ده حدث مجذوب لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي كتب من كتب السنة حدث مجذوب ده لي بعد كده ده لي السالس إن التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بننبي صلى الله عليه وسلم دون الذهاب إليه ده حالف بغير الله يعني لو أنت قلت الله ميني أسألك بنبيك او بجه نبيك او وحاية نبيك او وحاية نبيك اعمل لي كذا كأنك بتقول وحاية نبيك اعمل لي كذا والحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وشرك بالله زي ما الناس بتعمل اكتر الناس خدوا النبي هاتلي والنبي وحاية النبي عندك وحاية رسول الله كل ده كفر بالنس لا يجوز الحالف بالنبي ومن جاء من حلف برسول صلى الله عليه وسلم فقد جعله ندى لله الصحابي لما قال رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب الشهيدين المقبلو أجعلتاني ندا لله قول ما شاء الله مجرد لاتقول ما شاء الله واشئتي دي الندية لأن رسول صلى الله عليه وسلم حزنا من الشركة الخافية قال لنا اتقوا الشركة الخافية الشركة الخافية أو الرياء فأنه أخفى من دبيب النمل أخفى من دبيب النمل فإذا أنت حالف غير الله لو أنت قلت يا رب بحق رسولك عامل لي كذا إبانت هبتحلف غير الله سبحانه وتعالى وده كفر بالله سبحانه وتعالى ده ليه بعد كده هو راجل ده بس اللي كان قعمى كان في ناس كتير جدا عميان كان عمله ايه لو كان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت كان عمله ايه كان هم في يوتهم زي ما الراجل ده ربنا رض عليه بصره وكان هم في بيتهم قال رعفة وعدهم كله يا رب بحق جاء نبيك النبي رض عليه بصر عمره ما فيه واحد بصره ترد عليه وقعت في بيته لما حلف في جاء النبي الراجل ده لانه راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقعت عنده وقال له ادعي لي وقال له في دعاءه وهو المصرر ركعتين وده اسمه توسل بالعمل الصالح زي ما التلاتة اللي لازع عليهم الحجر في الحديث المشهور وتحبسوا جوه الكهف توسلوا بالعمل الصالح يا رب لو كنت عملت العمل ده لله وانت عارف انه طلعنا من اللي احنا فيه فتزحزحت السخرة وفعلا وطلعوا بقى ايزا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صدر ركعتين وقول يا رب اقبل دعاء نبيك فيه واقبل دعائي فيه دعائي فيه اللي هو ايه ان انت تستجيب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايزا او من التابعين وهو وقعت في بيته رفع ايده وقال لي رب بحق جهة بحق جهة نبيك النبي يعمل لي كذا او بحق رسولك يعمل لي كذا وزي ما بتلكه ده حالف غير الله ولو حد عنده حديث يبعته له ما حصلش قبل الدبيل بعد كده سيدة عمر المخطاب في عام الرماضة لما حصل قحت شديد ومنع القطر من السماء عمل ايه عمل ايه راح جاب سيدنا العباس وقال وقال اننا نتوسل اليك معناه بدعاء العباس كنا في حياة نبيك نستشفع بنبيك ونستوسل فانا الان نستشفع او نتوسل بالعباس يعني بدعاء العباس فارح العباس رفع ايده وراح ضعه الله سبحانه وتعالى وراح نزل المطر ولو يجوز التوسل بالنبي نفسه بذات النبي صلى الله عليه وسلم باش بدعاءه كان ابسط شيء سيدة عمر الخطاب خد المسلمين كلهم راحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رب بحق جهة النبيك النبي وهم عادين عند القبر نزل عليه المطر لكن سيدة عمر الخطاب يعلم تماما ان هذا شرك بالله لذلك جاب العباس وتوسل بدعاء العباس بالعباس نفسه طب مين افضل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيدة العباس بن عبد المطارب الرسول صلى الله عليه وسلم افضل بما راح لسيدة عمر الخطاب نفسه افضل بما راح من العباس لان من السابقين الاسلام وافضل خلق الله بعد سيدة عبد بكر وبعد رسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما كان سيدة عمر الخطاب نفسه راح عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قعد في بيت وقالي يارب بحق جهان caricace نعمل نعمل متون لكن عمل إيه جاب العباس عشان يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى يعلى سن العباس راجل صالح ولأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يجوز التوسل بالأموات الرصالة سلام أفضل ببراح الكسيرة جدا من العباس كان راح قبر الرصالة سلام ودعا واتوسل رب العميس صلى الله عليه وسلم قدام قبر الرصالة سلام وسلم على رسوله السلام عشان رسوله السلام يسلم عليه ورد عليه وقال له رسوله الله ادعو لنا والحب نستشفع بيك وده عصلش لأن هذا كفر وشرك فجاء بالعباس رضي الله عنه الدليل بعد كده في زمن معاوية نفس الكلام حصل برضو قحت سيدنا معاوية بصفان عملية جاء واحد من التبعين اسمه يزيد ابن القرش يزيد يزيد ابن الأسود القرش رجل صالح قال رب إنا نتوسع إليك بأفضلنا وخيرينا ويزيد ده رفع إليه يعني متوسع إليك بدعاء اليزيد رفع إيدي ودعه فنزل المطر بقى إذن كلمة توسع إليك معناها توسع إليك بدعاء بقى إذن إياك أنك أنت تقول بحق يا رب بحق رسولك عمل لي كذا بحق جهنبيك عمل لي كذا أو بحق أفلان أو علان عمل لي كذا ده كفر بالله وحالف بغير الله وشرك بالله وأنا قلت لكم أن الشرك الخفي أخفر من دبئة النملة مفيش حد يقدرس مع دبئة النملة فما توقعش نفسك في مصيبة وشرك بالله لأنك لو أنت ضعيت بهذه السيغة لن يقبل الضعاء سيرض عليك الضعاء وتأسم إسما كبيرا وإذا كان وممكن يكون هذا سبب لرد ضعاء وعدم قضاء الحاجة عدم قضاء الحاجة لأن أنت بتشرك بالله وانت بتدعو الله حتى يزرر ربنا ديك اللي أنت عايزه أنت بتشرك بالله يبقى إذا ولو أنهم اتظلموا أنفسهم جاؤوك باشي قاعدوا في بيتهم وعرفوا عندهم والبحق الجانبين جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر الله من رسول يبقى أنت تعمل عمل صالح واشوفوا استغفروا الله واستغفروا ذلك الرسول السلام قال الرجل صلي راكعتين وقول في ضعاءك وشفعوا فيه وشفعني فيه وشفعوا فيه يبقى فيه ندية وحشى اللي طبعا الرسول السلام ليس أحد كان مثل رسول السلام لكنه قال له قول كده بقى إذا الحديث ده لو أنت تفقهت فيه دليل على عدم جواز التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز التوصل كان الرجل ما فضل في بيته وما جاءتش تعب نفسه هو أعمى ومشي لغاية رسول السلام عشان له يضعي كان دعا في بيته وقال اللهم مدعو وكان كل العميان دعوا في بيوتهم وتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واني في بيوتهم عشان ربنا يرد على اليوم البصر لكن ما حصلش ما حصلش حتى فيه حديث ضعيف ان راجل راح القبر عمل كده فرأى الرسول السلام قال له روح لعمر عشان يتصرف قال له روح لعمر ما قال له لها جوز التوصل قال له وحد حديث ده فيه شك ضعيف وفيه فيه مقال كتير في السلام بتاعه ف لو كان يا جوز التوصل كان أبسط شيء سيدنا عبدالخطاب وكان سيدنا معابل وصفيان استراحلوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا قاديهم وقال له رب حق أجارك رسولك رزيلي عن المطر لكن عارفين ده شرك ده شرك اللي سبحانه وتعالى فلا يجوز التوصل أبدا بالأنبياء ولا بالصالحين فده أكتر من عشر أدلة أتراحة لكم هكتب لكم كل الأدلة هكتب لكم وصف كامل في شرح الحديث في لينك عشان تقدروا تفتحوا الحديث وتفضوه هتقل أدلة كاملة لأنا قلتها لحضراتكم ديت بواقعة سيدنا عمر وقالة سيدنا معاوية وكذب الحديث توسلوا بجاهي كل ده في الوصف وتعالي فيديو لا تنساكم هذا الكلام وترشون نشر هذا العلم في طواب عظيم أنا علم علما في النهو أجر من عامل بيوم القيامة لا ينقذ لكم تفعيل الجرس واشراء في قناة أسألكم كل جديد تساعدون وعش السنة أقولوا قول هذا استخدر الله لكم